أحسن الله إليكم في سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الكذب في مصلحة الدعوة ويستدل بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما بات ثلاثة ليالي عند الرجل الذي لا يحمل في قلبه حقدا على أحد من المسلمين بأنه قال له إن بيني وبين أبي خصومة والأمر ليس كذلك ابن عمر ما راح يدعو الرجل الرجل رجل صالح عابد ما راح لي يدعوه راح يبي يقتدي به ذهب إليه ليقتدي به هذا قصده ما راح لي بأجل أن أدعوه نعم لا يقال أن هذا فيه التذب للدعوة نعم